هيكلة جديدة وستراتيجية بوجه متنوية تحدث عنها أوشن وين روبرت المدير التقنية الوطنية بعرض مفصل قدمه أمام مختلف المنابر الإعلامية الوطنية لأول مرة منذ قدوم إلى المغرب قبل شهرين من الزمان برؤيةها التقنية وضع أوشن أسسا جديدة رأاها مهمة من أجل تحسين جودة كرة القدم ببلادنا شيء مهم جدا للتقاء مع وسائل الإعلام الإعلام له دور مهم في اللعبة سأحاول الحفاظ وإنجاح علاقتي وتواصل مع كل وسائل الإعلام بخصوص استراتيجية عملي فلابد من إجاد حلول تقنية متطورة وعلمية ناجعة أنا واثق جدا من أنني سأنجح في المغرب خلق ثمانية مديريات تعددت تخصصاتها التربية على التدريب تحليل والأداء التنمية والتطوير تنمية المدربين الرخصة كرة القدم النسوية هي جهة جديدة من شأنها أتقرب أكثر من عمق اللعبة الأكثر شعبية وتنميتها بشكل علمي يتماشى وكرة القدم العالمية هي حاجة نامسة لخلق هذه المديريات نريد تطوير وتحسين كرة القدم لابد من الاقتراب أكثر من محيطها كمان للشغال مع المدارأة الآخرين والأطورة التقنية مهم جدا لإيجاد فلسفة وهوية جديدة للفريق الوطني إذن نحتاج إلى هذه المديريات هي مناسبة النهام التقى من خلال المدير التقني الجديد وسائل الإعلام الوطنية أوضح من خلال استراتيجية عمله رفقة أطور جديدة ومديريات تخلق لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية مرحلة مهمة إذن من شأنها تحسين جودة اللعبة كما يرى هالويلزيوشان وينو روبرت